السلام عليكم أعزائي التلاميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول واليوم نلتقي مع الدرس الثاني من الفصل الأول وهو بعنوان مهارة حل المسألة وهو أن أستعمل الخطوات الأربع لحل المسألة ومثال ذلك قامت أسرة رغد بزيارة لإحدى الحديق فوجدوا أن ارتفاع شجرة صغيرة واحد متر وارتفاع شجرة كبيرة اثنى عشر مترا فكم مترا يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة أولا الخطوات حل المسألة أفهم المسألة ماذا أعرف عن المسألة أن ارتفاع الشجرة الصغيرة واحد متر وارتفاع الشجرة الكبيرة اثنى عشر متر ما المطلوب مني؟ المطلوب مني معرفة كم مترا يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة الخطوة الثانية لحل المسألة التخطيط لمعرفة كم يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة أحتاج أن أعمل أقوم بعملية طرح ننتقل بعد ذلك يا أبنائي إلى الخطوة الثالثة وهي الحل نقوم بعملية الطرح نطرح 1 من 12 1 متر وهو طول الشجرة الصغيرة طرح 12 متر وهو طول الشجرة الكبيرة أو ارتفاع الشجرة الكبيرة فالناتج 11 إذن ارتفاع الشجرة الكبيرة يزيد 11 مترا على ارتفاع الشجرة الصغيرة الخطوة الأخيرة في حل المسألة هو أن أتحقق أتحقق من الحل إذا كان صحيح أو غير صحيح فبما أن الجمع عكس الطرح فإنه يمكنني أن أستعمل الجمع لأتحقق من الحل فأقوم بجمع 11 وهي الناتج الفرق بين ارتفاع الشجرتين أجمعه على 1 فيكون الناتج 12 إذن الجواب صحيح هذه يا أبنائي هي خطوات حل المسألة أحلل المهارة أرجع إلى المسألة في الصفحة السابقة ثم أحلل كل من الأسئلة وضح لماذا قمت بضرحة 1 من 12 لإيجاد مقدار زيادة ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة لأن عملية الضرحة توجد لنا مقدار زيادة ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة إذن السبب في ذلك لأن عملية ضرحة توجد لنا مقدار الزيادة أو تبين لنا مقدار الزيادة أو مقدار زيادة الارتفاع زيادة ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة اثنان افترض ان ارتفاع الشجرة الكبيرة ثمانية امتار فكم مترا يقل ارتفاع الشجرة الصغيرة عن ارتفاع الشجرة الكبيرة نقوم بنفس الخطوات التي قمنا بها في المسألة السابقة وهو افهم المعطيات معطيات المسألة وهو ارتفاع الشجرة الصغيرة واحد متر وارتفاع الشجرة الكبيرة ثمانية امتار وبعد ذلك المطلوب ما المطلوب معرفة كم متر يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة او كم متر يقل ارتفاع الشجرة الصغيرة عن ارتفاع الشجرة الكبيرة ابدأ بعد ذلك يا ابنائي اخطط لمعرفة الحل اخطط لمعرفة كم يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة فاقوم بعملية الطرح بعد ذلك انتقل الى الحل ما هو الحل ان اقوم بعملية طرح 1 طرح 8 إذن أولا التخطيط أولا أفهم الخطوة الأولى في حل المسألة أن أفهم أفهم معطيات المسألة والمطلوب معطيات المسألة لدي الشجرة الكبيرة 8 أمتار والشجرة الصغيرة 1 متر وما المطلوب المطلوب مني موجود في المسألة كم متر هذا هو المطلوب كم متر يقل ارتفاع الشجرة الصغيرة عن ارتفاع الشجرة الكبيرة بعد ذلك بعد أن عرفت ذلك الخطوة الثانية وهي أبدأ في التخطيط وخطط ماذا أفعل لإيجاد الفرق بين ارتفاع الشجرة الصغيرة والشجرة الكبيرة إذن أستخدم عملية الطرح إذن أطرح نقوم بالحل بعد ذلك أقوم بالحل ما هو الحل نقوم بعملية الطرح 1 طرح 8 هكذا 1 طرح 8 فالناتج يكون 7 إذن الفرق بين ارتفاع الشجرة الصغيرة والشجرة الكبيرة هو 7 أمتار بعد ذلك الخطوة الأخيرة أتحقق الخطوة الأخيرة أتحقق كيف أتحقق؟ لكي أتحقق أستخدم عملية الجمع وهي عكس عملية الطرح فأقوم بجمع سبعة جمع واحد تساوي ثمانية إذن الجواب صحيح إذن الجواب صحيح أو الحل صحيح هذا هو التحقق الخطوة الرابعة لحل المسألة هذا هو التحقق المسألة الثالثة أفترض أن ارتفاع الشجرة الصغيرة ثلاثة أمتار فكم مترا يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة؟ نبدأ كما فعلنا في المسألة السابقة بالخطوات الخطوات الخطوة الأولى أن أفهم إذن الخطوة الأولى أفهم ما المطلوب مني أو المعطيات المعطيات هنا أن الشجرة الصغيرة ثلاثة أمتار فكم يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة؟ وارتفاع الشجرة الكبيرة هنا 12 متر 12 متر هو ارتفاع الشجرة الكبيرة بعد ذلك ما هو المطلوب؟ المطلوب كم مترا يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة هذا هو المطلوب بعد ذلك الخطوة التالية أبدأ أخطط ماذا أفعل؟ أستخدم عملية الطرح إذن أبدأ بعد ذلك في الخطوة الثانية أخطط فأستخدم عملية الطرح في التقديد إذن أخطط فأستخدم لمعرفة كم يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة أستخدم عملية الطرح فأقوم بعملية الطرح أنتقل بعد ذلك إلى الخطوة التالية الحل أقوم بالحل فنقوم بعملية الطرح ثلاثة طرح إثنى عشر ثلاثة طرح إثنى عشر فيكون الناتج تسعة إذن يزيد ارتفاع الشجرة الكبيرة على ارتفاع الشجرة الصغيرة تسعة أمتار بعد ذلك أتحقق الخطوة الأخيرة أتحقق كيف أتحقق من حل أن الحل لدي صحيح فقمنا في حل المسألة بالطرح إذن لأتأكد أو أتحقق من حل المسألة أنه صحيح أو غير صحيح أستخدم عملية الجمعة فأقوم بجمع تسعة وهو الناتج جمع ثلاثة يساوي اثنى عشر مترا وهو ارتفاع الشجرة الكبيرة إذن الجواب صحيح إذن جوابي هكذا جواب صحيح وهو تسعة أمتار هو حل المسألة السؤال الرابع أرجع إلى المسألة الثالثة وتأحقق من صحة إجابتي كيف عرفت أن إجابتي صحيحة عرفت أن إجابتي صحيحة لأن الجمع عكس الطرح الجمع عكس عملية عكسية من الطرح لذلك فإنه يمكنني أن أستعمل الجمع لأتحقق من الحل أتدرب على المهارة أستعمل خطوات الأربع لحل المسألة الآتية مشى أحمد خطوتين إلى الأمام ثم اتجه يمينا ومشى أربع خطوات وما عدد الخطوات التي يمشيها حتى يعود إلى نقطة البداية إذا اتبع المسار نفسه إذن الخطوة الأولى الخطوة الأولى أفهم أفهم معطيات المسألة وهي مشى أحمد خطوتين إلى الأمام ثم اتجه يمينا ومشى أربع خطوات هذا هو الفهم بعد ذلك المطلوب ما المطلوب مني؟ المطلوب مني مع عدد الخطوات التي يمشيها حتى يعود إلى نقطة البداية إذا اتبع المسار نفسه هذا هو المطلوب بعد ذلك أبدأ التخطيط أخطط لحل هذه المسألة ماذا سأستخدم لحل هذه المسألة؟ أستخدم عملية الجمعة إذن التخطيط أستخدم الجمعة بعد ذلك أبدأ أحل المسألة تعالوا نحل المسألة نجمع أربعة واثنين مشى أحمد خطوتين ثم اتجه يميناً ومشى أربع خطوات إذن مجموع ما مشاه أحمد يساوي ست خطوات إذن عدد الخطوات التي يمشيها حتى يعود إلى نقطة البداية هي ست خطوات بعد ذلك أتحقق الخطوة الأخيرة من حل المسألة أتحقق من إجابتي كيف أتحقق؟ بما أن الجمع عكسه الضرح ففي التحقق أستخدم عملية الضرح فأقوم بعملية ضرح إثنان ضرح ستة تساوي أربعة إذن الجواب صحيح إذن عدد الخطوات التي يمشيها حتى يعود إلى نقطة البداية إذا اتبع المسار نفسه هو ست خطوات ستة الجبر أكمل الجدول بالأعداد المناسبة لدينا مدخلات ومخرجات لدينا هنا المدخلات إذا كانت المدخلات ستة عشر والمخرجات ثمانية عشر أولاً أفهم معطيات المسألة الفرق بين المدخلات والمخرجات هو إثنان إذن أولاً أفهم المسألة القطوة الأولى أفهم ماذا أفهم أن الفرق بين المدخلات والمخرجات إثنان الفرق بين المدخلات والمخرجات هو إثنان بين الستة عشر والثمانية عشر إثنان وبين إثنان وثلاثين وأربعة وثلاثين إثنان والفرق بين المدخلات والمخرجات في الخانة الأخيرة هو أيضا اثنان أي ما المطلوب بعد ذلك المطلوب أن أكمل هذا الجدول المطلوب أن أكمل الجدول بالأعداد المناسبة تعالوا نخط لإكمال الجدول بالأعداد المناسبة أجمع وأطرح أجمع وأطرح كيف ذلك في الخانة الأولى المدخلات الستة عشر وجمع عليهم اثنان فأصبحوا ثمانية عشر في الخانة الثانية لدي مخرجات اثنان وعشرون فأستخدم عملية الطرح فاثنان وعشرون طرح 2 يساوي عشرون إذن هنا المدخلات عشرون وأضيف عليها اثنان فيكون اثنان وعشرون هنا المدخلات اربعة وعشرون أضيف عليها 2 في الخانة الثالثة 24 جمع 2 يساوي 26 إذن هنا 26 في الخانة الرابعة 28 المدخلات ونجمع عليها 2 فيكون 30 هو المخرجات وهكذا قمنا بإكمال الجدول بطريقة صحيحة أتحقق كيف أتحقق من الحل إذا كان صحيح أو خطأ أقوم بحساب الفرق بين المدخلات والمخرجات في كل الخانات ألاحظ أن الفرق بين المدخلات والمخرجات في كل خانتين هو 2 إذن إجابتي صحيحة السؤال السابع قرأت روان كتابا يزيد على 24 صفحة على صفحات كتاب إيمان إذا حوى كتاب إيمان 12 صفحة فما عدد صفحات الكتاب عدد صفحات كتاب روان إذن تعالوا نقوم باستخدام خطوات أو خطوات حل المسألة أولا أبدأ في فهم المسألة أفهم الخطوة الأولى أفهم المعطيات معطيات المسألة هو أن روان قرأت كتابا يزيد على 24 صفحة على صفحات كتاب إيمان إذا حوى كتاب إيمان 12 صفحة هذه هي المعطيات هذه المعطيات المطلوب بعد ذلك ما المطلوب؟ المطلوب هو عدد صفحات كتاب روان هذا هو المطلوب الخطوة الثانية أبدأ في التخطيط إثنان أخطط كيف أخطط يا أبنائي لحل هذه المسألة؟ لمعرفة عدد صفحات كتاب روان نقوم بعملية جمع إذن استخدم عملية الجمع ونبدأ في الحل أقوم بالحل الحل أن روان قرأت كتابا يزيد 24 صفحة على صفحات كتاب إيمان فإذا حوى كتاب إيمان 12 صفحة إذن نقوم بعملية جمع 24 جمع 12 فيكون الناتج هو أربعة جمع إثنان ستة وإثنان جمع واحد ثلاثة إذن عدد الصفحات كتاب روان هو 36 صفحة الخطوة الأخيرة أتحقق كيف أتحقق من إذا كان الحل صحيح أم خطأ أتحقق من ذلك بما أن الطرحة عكس الجمع إذن فأقوم بعملية طرحة أستعمل الطرحة لأتحقق من الحل فأقوم بطرحة 12 طرحة 36 أو 36 طرحة 12 فيكون الناتج 24 وهو ما قرأته إيمان إذن الجواب صحيح إذن روان قرأت ستة وثلاثون صفحة قرأت كتاب ستة وثلاثون صفحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثامن الجابر إذا استمر النمط أدناه فما العددان السادس والسابع نلاحظ أن النمط هنا إثنان وخمسة وثمانية وإحدى عشر وأربعة عشر إذن المعطيات أفهم المسألة أولا أفهم ما المعطيات أن نمط الأعداد هو إثنان وخمسة وثمانية وأحدى عشر وأربعة عشر ما المطلوب؟ المطلوب فما العددان السادس والسابع في هذا النمط أبدأ أخطر لمعرفة العددان السادس والسابع أقوم أستخدم عملية الجمع أستخدم الجمع أنتقل بعد ذلك إلى الحل نلاحظ أن الفرق بين الإثنان والخمسة هو ثلاثة إذن إثنان جمع ثلاثة يسوي خمسة وخمسة جمع ثلاثة يسوي ثمانية ثمانية جمع ثلاثة يسوي أحد عشر أحد عشر جمع ثلاثة يسوي أربعة عشر إذن هنا النمط هو زيادة ثلاثة إذن العدد السادس هو سبعة عشر نزيد على الأربعة عشر ثلاثة فيكون سبعة عشر ثم أزيد على السبعة عشر ثلاثة فيكون العدد عشرون إذن العدد السادس والسابع سبعة عشر وعشرون هذا هو العدد السادس والعدد السابع والنمط هو زيادة ثلاثة أنتقل إلى السؤال التاسع رسمت هدى عشر زهرات يوم الإثمين وثلاثة عشر زهرة يوم الثلاثاء وستة عشر زهرة يوم الأربعاء إذا استمرت على هذا النمط فما عدد الزهرات التي سترسمها يوم الخميس إذن هنا لدينا نمط عشرة وثلاثة عشر وستة عشر عشر زهرات يوم الاثمين وثلاثة عشر يوم الثلاثة وستة عشر يوم الأربعة إذن بقي لدينا يوم الخميس ألاحظ النمط هنا أنه بزيادة ثلاثة فزادت ثلاثة على العشرة أصبحت ثلاثة عشر وزاد ثلاثة على سلاثة عشر أصبحت ستة عشر إذن إذا استمرت على هذا النمط عدد الزهرات التي سترسمها يوم الخميس إذن أستخدم عملية الجمع أستخدم عملية الجمع فأقوم بجمع ثلاثة على ستة عشر فيكون تسعة عشر إذن عدد الزهرات التي سترسمها يوم الخميس هو تسعة عشر زهر واستخدمنا عملية الجمع لمعرفة هذا النمط فالنمط عشر وثلاثة عشر وستة عشر والأخير تسعة عشر بزيادة ثلاثة بزيادة ثلاثة بين كل يوم ويوم إذن النمط هنا هو النمط زيادة ثلاثة هذا هو النمط السؤال العاشر أكتب كيف تساعد الخطوات الأربع في حل المسألة الخطوات الأربع تساعدني في تحديد المطلوب كيف تساعدني الخطوات الأربع على حل المسألة إذن هي تساعدني في تحديد المطلوب تساعدني في تحديد المطلوب إيجاده في المسألة وعلى وضع خطة للحل وكذلك والتحقق من صحة الإجابة إذن هذه هي فوائد أو أهمية هذه الطريقة وهي الخطوات الأربع لحل المسألة أنها تساعدني في تحديد المطلوب إيجاده في المسألة وعلى وضع خطة للحل والتحقق من صحة الإجابة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس الخطوات الأربع على حل المسألة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الدرس السالس القيمة المنزلية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب تنتوا في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته